السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تودابوغ اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على نبينا اللهم صلي وسلم على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا خياتي اليوم جبت لكم هذا الخبز الدار بطريقة بسيطة ولكنه شوف ما تمنوش راسكم كيفاش يخرج جمفش فش 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 وبنين بنين بنين يعني طولكم في الكلمة وسهل سهل يعني نبغت لكل مبتدي أمشي مبتدي أجم راح اجيها الطريقة بسيطة وسهلة وبنينا ان هالنتيجة مضمونة شوفك شم فش فش ومهوي متقوب مراهو متكوك ماوالو قولوا بسم الله حبديت وعم بيصليت هاي صات والسلام توضابوغن جيبش في نتاعي بسم الله هنا عندي زوج كيسان تحلب هام بلعاني جبت هاتشوب بش شوفوا بلي كيسان تحلب عادي ليتشربوا فيهم قهوة حلب هام درزوج كيسان حلب ولكن دافين هام راح نجيب راح نرمي تلت كيسان تقيق رطب هاد المرهن ها هنديرو بسمية رطبها حاكدا باش تفهموا لاسهموا الفين راح ندير الكاس اللوول والكاس الثاني ونزيد الكاس الثالث ودوكن وريكم لما خدمت بها عادي بيانسوغلا حتخيروا لابون كاليتي صوف انا خدمت بهادا مامالا فين اعجبني بزاة في بول انستان هذا وشنا ويصلح في المقشي احنا خياتي ملاحظة برك شوفوا جبتم غير فاة كبيرة تعمل خميرة الخبز ولكنتو ما بديروها شكا مع دقيقة انا قدرت لي شوية قريموا سيوا كيفش ديروها مع الحليب مع الأول ومبعد درمو دقيقة لدي هنا مغرفة على سكر ماشي مامالا انا احبت هنا يتوجه لاتو شي تاعي انا نحب ندير معال الخميرة الخبز ندلها شوية عسل نحب دير شوية عسل قدت لكم العسل رح ينشط بزاة 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 الخميرة قدت لكم هاد المرحلة ما ديروها جنتو ما ارمو الحليب ورمو الخميرة والسكر ومبعد حرحلوها قسمة تتخلط هذه الخميرة ومبعد ديرو تقيق بس هنا تقيق مستخفض الوحل ومبعد ديرو ومبعد ديرو اخلقها هنا اخلط غرب يمكن ان ندخل في الخميرة والحليب يمكنكم العجنة طريقة نحن نكون سوف نتعلق عجين مع الجنة يجب ان يتجمع ونحن نضع نغطيها حتى يطلع لي الخمور كما يقولون القصة خبز الدار يأكلها البراني ها هي قصة طويلة وكل واحد كيف يقصصها نغطيها هنا ونزيد نرمي عليها طريشينة ونخليها تخمر لي بوغلا بخم يافا ويتشرب لي ثاني هادك تقيق بعد ما خليت التقيق ريح لي شوية هنا شوفوا الخميرة كيف يجدتها وشوفوا الخميرة للمرة الأولى هنا اضعوا سفار بيضاء ونقل لكم توجد سفار البيضاء تضيف المادة الدسيما الطبيعية هنا لدي نصف كاس زيت كمالة زيت كمالة زيت كمالة زيت ونقل لدي نصف نصف ما بين الزيت الزيت كيلا تكون كيلو بها في الدبو كميلو بها لكي تتعرف الخبز وشي يحبب فلدي كيلو هنا كملتها دخلتها كامل كما لا كنت شوفوا فيها سنخبطها غير شوية وان هنا ينمس مع بنيدي شوية لي قريمو يعني مع الخميرة ماشي حاجة مي كماما لان يندلو هكا شوفوا العجين راهي رهيفة ما فيها والو يعني ان يندخل هنا غير في الزيت كما راكو شوفوا وصي امبوخطان يعني واحدة اللي تقدر قلت اللي تقدر دير هاد اللي طاب سيبيان هادية هاد اللي طاب في العجين شوفوا ما كاش حاجة مهمة في العجين قد هادي يعني يتخبطوها كدخلو لها شوية لهوا تنشفوا هادا كل اللي عجين ينشف ملماء تتهوى يحين فيها بزاف بزاف لازاستو يساعد العفسة ولي ما تقدر معليشا خلطيه رونيه دخلي مليح لازم الزيت ما يقعد يقعد فلاس يغفاص وخليه هنا الحاجة المهمة انني قدرت مغير فخل ابيض قلت ونعاود ان الخل الابيض يعمل طراوة العجين اراحي تشد لكم مدة اطول وزيد تاني سيتا دغياطي سيتا تري بان كيفاش يقولون محسن يعمل على محسن ماشي هو سيتا بان كونسيرفاتور سيتا ادباء كونسيرفاتور سيتا دغياطي سيتاعي يدري ونجابه يقومون بالم SAF يتدرب سيتا انتلق تاخدامه بها وش حبيته يعد هي يمط الطهرة وليونة لونة ليونة للعجين سيتا دغياطيها تستحقها الخميرة جيدة لتخمر وطلع سيتا دغياطي نجيب الكاس التاعي اللي ترتبيه سيتاعي تطوع نصف كاس نضيف حليب دافي. تبعوني ملح. بعد ما دخلت هذه الخل ولازم تدخلهم ملح في العجين نجيب نصف كاس حليب نبدأ ندفق فيه شوية وهنا أرميت عليه مغرفة ملح مشي محملة بومبي ممسوحة تقدروا تنقصوا الملح ونعاود هذا الملح ندخله مع الحليب هكذا كما راكوا تشوفوا شوف نرفض هكذا العجين ونبدأ كما يقولوا ان شغل نطويه في بعضها لداخل شو نخدمه ونطويه لداخل بعضها هادي ياشكون ما تعرفش نديرها نجيب طفلة صغيرة نحطها تديرها نطيلها برك لاغوزة ونقلها لي زيتها تشوفوا هاداك الخبز الدار كيفاش يخرج لكم ما تنسوش ما تقولوا ليش في التحليقات هاي جربوه وخلووا لي التحليقات تدعكم قالو أنا نصف الكاس تحليب هاداك لازم نديره كامل أنا نرفض شو نخبش في العجين ونرمي حتى وندخل هاداك الحليب نقعد بشوي 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 حتى نكمل هاداك المص كاس الحليب أنا بركز ربت الفيديو كان عندي كامل الوقت تاعي أنا هاداك لاخران يا جاداغ هاداك العفسان نديرها في العجين يعني نجيبط ونبدأ نلوي في بعضها نجيبط ونبدأ نلوي في بعضها حتى ندخل كامل هاداك الهواء وينشف لي هاداك الحليب يعني يدخل مع بعضها شوفو أنا لقيت هنا دي بتي غريمو يعني حوبيبات على قطلكم من صحتكم قطلكم ما ديروه شاكا سيتا ديغ لازم تتخلطوا الخميرة الدوب قبل مع الحليب والواخر بشتفقوا الحليب قادلي شوية غريمو لاني نواسي فيهم شوفو انفع سيبا ام بخطان دو كل شي يدوب باسك شوفو لحجين كيفاش يدي متوما جيب دو جي شوفو شوفو اي طقيلة انا نزيت هادي ديروها في بلكم شوفو مليح هاد المراحل بسك هادوهم المراحل ام بخطان ماشي عافسة ترحي تشمخي ويالله لا 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 يتقدري تشمخي صح بس هادية الحليب بدي قادل الفلاس يغفاس نصي تشمخ نص لالا ضغ هادي سي ام بخطان شوفو شرانين دال كاشو قريمو كاش حاجة كل شي را شغل نضرب الكفتة على يد ونجبط هادي ماشي حاجة عملية وحدة توجهها يدها ولا يا خياتي حاجة سهلة 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 قطلكم سهلة سيتو كي تشمخ لعجين تولو تلاعبو به أو كنتخار سيتون ترابي ليدها سيتون ترابي لما يدها تحلالكم ديجا للا ما يدها كاملها احضار تشمخ لعجين البعض جا ثم نقوم بكم بكم الهواء بتحصيل جدا كيس الخميرة كيميائية ونجد ارباع الحليب في حسابكم لكي نخلط هذه الخميرة داخل هذه الخميرة نخلطها نضرب قليلا سوف نخلط هذه الخميرة ونحن نجد أي مؤسسة سوف ندخلها كامل في بعضها نغطيها ونجعلها تخمر للمرة الثانية سوف نغطيها ونغطيها ونغطيها بطرشونة ونجعلها هنا في هذه المرحلة أساسية يجب أن تدوب للمرة الثانية بعد هذا المرحلة نقوم بإخلاء الخمر الثانية ونغطيها 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 يمكنك أن ترون المرحلة ، يمكنك أن ترون المرحلة في هذا المرحلة هنا نأخذ لي للمرة الثانية ونحبط الخمر هذا هو الخمر الثاني ومهمة نشمخ الثانية ولكن خمر الحكيم سوف نغطيها لنضيف للمرة الثانية زالت في العجين والليست كما تعرف البقرير والسفنش نحن نغطيها كما نضيف الحكيم للمرة الثانية نضيف الحكيم هذا الخبز الضار يجيكم شهده. انا اجبت سنيوه هديه صغيره فيهم. انا لديه سنيوه هديه صغيره فيهم. سنمسحها كامل بالزيت. سنمسحها كامل بالزيت. هاد الفارينه شوفوا هي نقدر نحطها كامل. ملاله على الملعجينة رهيفة. هاد الي طابة الي تخيز امبورتان. سنمسحها بزيت. ثم ترمو عليها الفارينه. ستجد لكم اين كوش. ستجد لكم طبقة ملتحتها. ستجد لكم حميمة. ستجد لكم الخبز. لان اضعها ديركتور ما. ستجد لكم خفيف. انا في هذه المرحلة. سنحلو سوف نحب لها الفارينه. ستجد لكم خفيف وفارينه. انا احب زرارة الخبز. انا نموت على زرارة الخبز. لا يحب بزيت من الماء. سوف نزيد تاني ندير حاجة من فوق. هاد الزرارة. هما يطلقون هذه النكهارية. هما يطلقون هذه الريحة. لتعبق الدار. اذا لا تحب دير سانوش. شوفوا العجيناتها كيف. سوف نشوفوا فيها شغول طرية. شغول بغرير. انا حنرميها حقا. في السنوة. نشمخ يديه بالزيت. نحن نخسر يديه ضبخ. ونعاود نشف يديه. نشمخ يديه بالزيت الكفتة. ونبدأ حقا. نخبز فيها حادي. نسقمها كامل. لن تحسنيها. وكما راكوا تشوفوا. من نلقى حاجة تسقط لي في يدي. نعاود نبلل يدي بالزيت. ونحاود نخبزها لازم تجيني كامل. تعليد. هاد الخبز التهر. ارجعون لي الخبر. أرجعون لي. مصدر الماء. خفيف. ريشة. عمد كم. فش فش قعلي خيته فيه يعني ما عندكم ماذا هدرو ديرو ورجعوا لي لخبر هاكدا بشخياتي الله الله اللي عندها نصدرها يشكروها ولي زوجة برجلها يشكرها ولي عندها بابها ويمها اربي يحفظهم لها يشكروها ولا لولادكم ولا تعرفي فخانشما ولي حبت صادقة جارية اتصدقوا صادقة جارية شوف انا بعد ما خبستو هنا يا انا الفورتاع يا روي سخن نحن نغلق عليه هنا شوية لطني يسخن لي الفور شوفوا بعد ما تخلوش اللي هو اغطوه انا اغطيتها هكا لطني يسخن لي الفور او بعد شوفوا الشلافة شوفوا هذه الشلافة اللي يدارو هنا نحن نجيب حبابة نحيت لها شوية على البيض وزيت لها شوية حلب هكا بالجيني لها سخفاص ما تتقشرش خيشتوف هذيك الخبز ساعة جيكم هذيك القشرة اللي تتقشر تطير هذيك اللي هي تطيرتو البيض البيض وصرتوك ما تخلطوه شو مليحة انا هو جدرته هنا يا درت بيضة كاملة نحيت لها غير شوية على البيض ريكي بريت يعني زيت له شوية الحلب وزيت له زقطارات مظهر انا نحب المظهر الموت عليه ونحب دكو الروايح الروايح اللي يعبقو الدار لذلك نجي بالبنسو ونسي نرمي حاجة خفيفة ما لازمش تعبزو بالبنسو انا هادت على السيليكون يعني ريشة تتوعو خفاف باش ما نعودش نهبط الخمور انا الفورتي عيرا ويسخن ونبدأ نهب نباتي جوني كامل لاسيو خفاف كامل بهذا كل البيض هكا وندير لاسيو خفاف كيفاش نقولو نزرقشها صدق نخططها كيما نحبانا يا دي كاغي ولا طويلة ولا أي خطوط حبيتو نديروها سيجست للوتش ويعطي الوتش شباب انبعت ندير زيت الزرارة شوية من الفوق ونبعتو اي طيب في الفور هكذا بعد ما راني آنيا كما نقولو نزرقت فيه ولا نيسقن فيه ولا راني شباح فيه نكملو زيت الزرارة و الفور ندرتوها 180 درجة انتمو ما ليا عندها الفور يشعل ملتحت بين صغير حدير ملتحت متقولوش النار ما ديروش 200 درجة ديرو 180 وخلوه بحالو دونك انا درتو 180 درجة اللي عندها الفور ملتحت تشعلو ملتحت كيفي تشعلو من الفوق هادي يضيف في الفور تاعتلي سيتي قاز كما حبيته كلوا وطعا الفور ديالها هني عني صور لكم كيف اشار حمي مر داخل الفور انا شدي قريب الساعة اعطيتوا راحة تعال وقت تعال باش يجي من في شو مهوين وكام ولحد كيف تخرج هم الفور نغطي ه بطريش اشتركوا في القناة